موسيقى 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 بيتعلنت اليوم معنا ست نبيلة فارس ضيفة عزيزة على قلبي وعلى كتار من المشاهدين مختارة الرابية ناشطة ومتخصصة بالشؤون الاجتماعية ورئيسة جمعية اكزوفيل الجمعية يلي بتهتم بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومعنا كمان ميشيل بورجيلي الكاونتر تينور يلي قرر انه يكون عم بيوزف طاقته وصوته الحلو من اجل هدف انساني ومعنا كمان ديمة عربيد يلي حبت تكون معنا اليوم لتكون عم بتفرجينا انه فيها تكون عم تتخطى كل الصعوبات والحالة يلي عندها اياها وتقدر تفرجينا موهبتها بالغنى ست نبيلة رح بلش معك حقيقة اول شي حضرتك ستة الستات ما بعرف من وين بدنا نبلش معك ان كان عن المخترى او اذا بقى نحكي عن جمعية اكسوفيل او حتى يمكن على نطاق خاص كونك ام لأربعة شباب وصبايا كمان عندهم مراكز بالمجتمع اول شي خلينا نحكي عن اكسوفيل كيف طلعت فكرة هالجمعية وليه قررت اني كتبلش بجمعية بتحتم بالشؤون او بالاشخاص اللي عندهم زوية احتياجات خاصة الحقيقة كل اللي ذكرتهم كلهم بيدوروا حول المجتمع يعني هالعمل الاجتماعي هالا اكسوفيل نحكي عن اكسوفيل اكسوفيل اسسناها مادام مع ايفون جميل وانا ومع فريق من الستات يعني كانت الفكرة ابتدينا فيها ايفون وانا بسنة الـ 78 اتأسسنا سنة الـ 79 اخذنا العلم وخبر وحايا كنا لكل الولاد وكانت ايام حرب تعرفي وكنا عاما نجرب انه نساعد هالولد اللي هو بتأثر اكتر شي بالظروف اللي بتكون صعبة طورت معنى الامور لانه كان معنى رهبة اللي هي سير روز مادلين الله يرحمها اللي كانت رئيسة القلبين الاقدسين واللي كانت عم تشوف انه في صعوبات لهالولاد يكملوا بعض الاولاد اللي ما بيقدروا يكفوا بسبب تأخر منه اختلاف بالهايدي نحنا ما بنسميه بسبب حالة معينة عندهم هو مختلفين عن البقية ما بيقدروا يلحقوا نفس السيستام المدرسة العادي وتخصصنا ابتدينا بالاول بصورة مجزقة هون وهون وهون وبعدين جمعنا صرنا بمبنى عطونا هن هو الرهبان الرهبان البلدية وطبعا سعدتون انه يكونوا عم يندمجوا بالمجتمع ويكون كمان عندهم اعمال واشغالهم بالمجتمع هذه غايتنا اكزوفيل هلأ بتتضمن كم شخص كم ولد بالوقت الحالي عنا حوالي الخمسة وسبعين بس اكيد هلأ عم نبني وصلنا لوقت عملنا في مؤسسة المانية ساعدتنا وابتدينا هلأ جددنا المبنى القديم وطلعنا بطابقين جديد يعني الطابق الف متر لانه بدنا عنا دو بروجيت اتنين مشاريع واحد منهم هو نضم للولاد اللي هنين اقل من خمس سنين يعني الاقل من خمس سنين لانه عم نشوف الحاجة عم يطلبوا منا انه هالولد القبل الخمس سنين يكون مثل جاردان دوفون نسمعينه early care حتى زبطنا المحل بالنسبة له بالنسبة لهالمشروع بس بعد ما ابتدينا فيه حتى نقدر نخلص ونطلع المشاغل المحمية لانه نحن عنا فرقتين في عنا مدرستين بدك تقولي مدرسة بمبدأ واحد مدرسة اللي لحد السبتعش وبعدين بتصفي مشاغل مشاغل بيتعلموا مهنة بيتعلموا وكلهم بيعملوا موسيقى كلهم بيعملوا رياضة كلهم بيعملوا تياتر بتعلموهم مهنة معينة وهل بتأمنولهم كمان بعدين وظيفة بركية جعورة هلأ هاي دي اكيد نجحنا كتير انه تقبلوهم بمجتمعهم الصغير بس المجتمع الكبير بعد ما عم ما نقدر نوظفهم لانه شوي بيفتكروا انه مع انه اذا استلموا شغلة قادرين عليها بكل سهولة عرفنا انكم عم بتحضروا حفل موسيقى رح يكون اليوم بتخابلينا عنه اكتر للحفل الموسيقى هاي دا الحقيقة نحن وقت منعمل التياتر عنا بوت عنا قصد فيه ليه؟ لا اول شي ما بس ولادنا ياخدوا السيقة بنفسهم والمدارس لانه مندعي كل المدارس مشان حتى تشوف انه هالولاد هنن قادرين يندمجوا معهم ويكونوا متلهم بالمجتمع هلأ الموسيقى هي مشان نفس الغاية اول غاية اكيد فاندريزين مشان حتى يكون عنا يدخلنا داخل لانه عم نعمر وكل مين بيساعدنا وكل مين هاي دي يعني مشكور لانه هاي دي نحن بحاجة للمساعدة بس كمان عنا بوت تاني عنا بوت لانه نخلي هالولاد تجي مع اهله وتتعود على الأوبرا على الموسيقى الكلاسيكية على ثقافة الموسيقى على ثقافة الموسيقى الكلاسيكية والعلى الأوبرا لانه عم يطلع من عنا اشخاص مهمين كتير مثل ميشيل اللي هو تدين شهر برا قبل ما ينشهر جوه يعني خلينا هالولاد يتعودوا على هاله ويربوا يمكن على الأجواء الموسيقية اكزاكلي خلينا نرجع نذكر نحن عكل حال كنا عم نشوف سواء كمان الحياة اللي عم بعشوها هالأشخاص ضمن الجمعية وكيف عم بتكون انشغالاتهم بركة كمان اليومية بقى نرجع شوية نذكر عن الحفل الموسيقى اليوم رح يكون ساعة اي ساعة رح يكون ساعة 8 اكزاكلي اكزاكلي يعني على الوقت بدنا نبدأ رح يكون بكاتدرائية كاتدرائية مرجوريوس سانتر بيروت وسط بيروت كاتدرائية مرجوريوس في فتك الاتران المارونية مش هكي قلت اللي شدد عليها اي اي لانه في الكاتدرائتين مرجوريوس اثنين مهمين الكاتدرائية مرجوريوس المارونية واكيد الكل مدعو انه يكون عم نشارك خاصة انه عنا رح يكون اصوات كتير حلوة اصوات مثل ميشيل الكاونتر تينور يلي قررت انك كمان تكون عم بتفرجي ومثل معرفة من ست نبيلة انه المبادرة طلعت منك انت انت تلعت بالفكرة يمكن وحبيت انك تكون عم بتفرجي التقاط اللي عندك ايها والصوت اللي عندك ايها مع هالحفلة هو اكتر من انه تنفرجي التقاط هي انا كل سنة بقدم كونسير ل انكوز همانيتير انكوز كاريتاتي لهدف انساني فهالسنة كنا تلاعت بالصدفة مدام بست نبيلة بالشيخة وحبت كتير الشي اللي هنا عم يعملون كان ليسيادو هالولاد او لحتى يوصلوا مساج انه مظبوط مختلفين بس ما حدا قال من حدا كل الناس فيها خير وبركة فحبت كتير البيت وخصوصة انه بيعني لبرسون المو فلهيكي بلشنا فيه للكونسير مع شيخة واكسوفيل وصرنا مثل عيل صغيرة وعن جد هو يعني الشغل اللي عم نعمل الشغل كتير حلو العالم رح تنبسيط لانه الموسيقى انه اينها موسيقى فيه مين ما كان يقدر يسمعها مانا موسيقى صعبة مثل ما هي الأوبيرا عادة بالنسبة للعالم وكيف كان عم تلاقي صعوبة لتكون عم تنقى الولاد لانه نحن عرفنا اللي عم يشاركوا معك خلال هالفترة وشو الصعوبات اللي كنت عم بتواجهها انما بعد هالواقفة الصغيرة موسيقى العيد معالي وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ ليس بوصع تتشارف اكسوفيل تقدم لكم حافل اوبيرالي مميز مع الصوت لاستثناء الكاونتر تنوار ميشيل برجايلي بكاتدرائية مرجل ريس المارونية بيرور بستة عشرين تشرين تاني الساعة تمانية دعنكم سند لألنا كنا عم نشوف سوى الحفلة الموسيقية اللي راح تصير اليوم نرجع منذكر ساعة تمانية بكاتدرائية مرجرجس للموارنة بوسط بيروت كنا عم نحكي ميشيل ياريت بتقلنا شوي كيف كنت عم بتتم التدريبات وشو الصعوبات اللي كنت عم بتواجهها خاصة انك عم تشتغل مع اولاد ما عندهم باكراوند موسيقى منهم متعلمين يمكن موسيقى وكنت انت عم بتمرنهم هو غير موسيقى يعني اوات مزبوط ما بتكون دارسة موسيقى بس بيكون عنده احساس الواحد بس الولاد في عندهم مشاكل بالاوطار الصوتية فبديك تخدم عن الاعتبار انه يعني اللي بيقدر يغني بيكون عم يعطي طاقة اكتر من يعني كتير كبيرة حتى يقدر يعطيكي هالجملة او هالغنية فالولاد صراحة انا نقيتهم على مين عندهم احساس اكتر مين عم بيغني بشكل حلو فما ما بتعود بالطبق نفس الكريتير لباقي الناس يعني بيكون عندهم كريتير غير وولا ديما انت هادي اول مرة بتشارك بحفلة موسيقية نعم وكيف لقيت لقيت شي صعوبة انبسطة انك عم بتغني انه اختارك ميشال لا تكوني عم بتغني نعم مبسوطة كتير وكيف كيت عم بتكون التدريبات كيف تمرنت اول شي ما كنت عارف انه انا عم بغني بعدين صرت تعلم غني بعدين اتعوادت غني بالموسيقية كم حالة من اصحابك مشارك معك هلا كتار ايه كتار كتار وعم بتتعبك انت شي صار معك شي بركة هيك مواقف طريفة هنه وعم بيحضربوك لالحفلة لا اعادة مبسطة حبي تسمعين اشي من صوتك ايه نعم تفضلي شو بيك تغني لنا بتتبا نوال اشي من صوتك انا من هلق باجواء عيد الميلاد ميشيل كنت عم بتحكي انه اديك ان عندك صعوبات انت ليه بلاشت بالغنى شو خليك تبلش هيك بالغنى ولا تفرجي انه عندك موهبة بلاشت قلتلي عن عمر صغير انا بيه كان موسيقية بموسيقى الجيش والموسيقى كانت بالبيت يعني كانت ضمن سقفتنا وكنا مجبورين نتعلم يا ايه لي فخيي بدأت شلو انا قررت غنى وغنات فترة طويلة مع كرال فعلى عمر 14 سنة بلاشت اخد كرات موسيقى مع مادام ميري محفوظ من الابونجور وهلأ صرت مع مادام اراكس شاكي تشان صارتي معلمتي يعني صراحة انه خلاص مادام سقافتك بالبيت بتصير هي جوك يعني بلاشت غنى من عمر كتير صغير فصارت النورمال طبعا كما بيقولوا انه موسيقى والحلو انه الهدف والصوت اللي عندك هي حبيت انك تكون عب تساعد فيه اكيد جمعيات وتكون عب تساعد فيه نحنا حابين نسمع منك شي شو بدأت تسمعنا رح غنى غنية هي ترتيلة لا في ماريا طبعك تشيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حلو كتير واكيد الكل مدعو انه يكون عم بيروح ويحضر هالحفلة الموسيقية اللي يمكن الاصوات فيه بتشع محبة وبتعكز هالأشخاص كمان اللي تعبوا ولا يقدروا يوصلوا هالحفلة الموسيقية لمراحل اكيد متقدمة ستنابيلة انا بتشكر وجودك معنا اليوم بتحب تديفة شي لا بحب اقول انه في بطاقات على البيب اللي بحب بعد ما اخد بطاقات موجود على البيب بيقدروا اخر دقيقة يجو واهلا وسهلا بالجميع اهلا وسهلا فيك معنا اليوم وبميشيل وبيديما وان شاء الله دالكن دايما بهالنشاط المستمر وكل التوفيق لأعمالكن المستقبلية لهون منكونوا وصلنا لنهاية فكرة التالنت رح ناخد وقفة صغيرة هلأ ونتابع باقي فكراتنا لليوم من امتي في الايف اشتركوا في القناة